دلوقت الفيو بتاع الاتش فاك جاهز فاضل انا ابدأ في الرسم اول حاجة في الديزاين اللي باجي بعمله في الاتش فاك ان انا ببدأ احدد المواطق بتاعتي كاسبيس وكزون ايه اللي فرما بين الاسبيس وما بين الزون الاسبيس مكان منفصل ليسر مستاد لوحده ليه اكتيفتي لوحده زي مثلا مكتب المدير المدير بيجي في وقت محدد لا طبعا بيجي زي ما هو عايز ومش زي ما هو عايز لكن الزون بتكون عدة من الاماكن ليهم نفس الكنديشن وليهم نفس الصفات في الطاقة طيب يعني ايه مثلا لو انا في مكتب والمكتب دوت متقسم كزا بارتشن او قوض مقفولة لكن احنا كلنا بنيجي في نفس الوقت وكلنا لدينا نفس الايه الاكتيفتي بتاعنا فده الزون اللي هو بيكون في كزا اسبيس طيب ازاي اعمل الموضوع دوت على الرسم اول حاجة بقوم رايح عاملها بقوم رايح على انالايز من انالايز ببدأ اعمل اسبيس واجه ادوس حاجة ادوس هنا كده مش هلاقي بيعمل اسبيس ده ليه؟ هقوم دايس اسكيب عشان نخرج من الامر ده علشان انا هنا في الريفت لينكس لازم اعمل خطوة الاولانية بقوم دايس على اللينك على روب باوندينج شك صح بالحالة دي هيبدأ يعرف يكريتلي الاسبيس ليه؟ كده انا قلت له ان اي اربع حيطان يكريتولي اسبيس ايه كده تانية عند اسبيس واجه اف اه بالمنظر ده طيب هل انا هفضل كل اسبيس اروح ادوس عليه؟ لا طبعا عندي حاجة اسمها هنا place اسبيس اوتوماتيك بقوم دايس عليها بيرس لي كل اسبيس ويقول انت عندك كام اسبيس اقول له كلوز طيب في حالة انا عايز ابدأ مثلا اعمل مثلا الثلاثة دول زون هعملها ازاي؟ باجي عند كلمة زون وبقوم ايله add space واحد اثنين ثلاثة قوم ايله finish editing zone قوم دايس skip ايجا امسك الزون بتاعتي اهو انا امسك بهمة الثلاثة اقدر اسميه اسميه مثلا زون 1 بكده انا عملت زون وعملت spaces وكون جاهز للمرحلة التانية من الرسم بتاعي اشتركوا في القناة